ثمرة العلم العمل والتعليم وممن جمع ذلك كله الإمام المقرئ المفسر سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد الوالبي مولاهم الكوفي كان من أعلم التابعين قال خصيف كان أعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب وبالتفسير مجاهد وبالحج عطاء وبالحلال والحرام طاووس وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير زكاه بن عباس فكان إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول أليس فيكم ابن أم الدهماء يعني سعيد بن جبير وقال له بن عباس حدث قال أحدث وأنت ها هنا قال أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد فإن أصبت فذاك وإن أخطأت علمتك وكان علما بالمواريف والحساب جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن فريضة فقال ائتي سعيد بن جبير فإنه أعلم بالحساب مني وهو يفرض منها ما أفرض كان سعيد يختم القرآن في كل ليلتين وكان يحث على تعلم تفسير القرآن وكان مستجاب الدعوة كان له ديك يوقظه لقيام الليل فلم يصح ليلة فلم يصلي سعيد تلك الليلة فقال ما له قطع الله صوته فما سمع له صوت بعد فقالت له أمه يا بني لا تدع على شيء بعدها وكان عظيم التوكل فكان لا يسترقي حتى يكون من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال سعيد لدغتني عقرب فأقسمت علي أمي أن أسترقي فأعطيت الراقية يدي التي لم تلتق وكرهت أن أحنثها وكان يدافع عن أعراض المسلمين قال مسلم البطين كان سعيد بن جبير لا يدع أحدا يغتاب عنده يقول إن أردت ذلك ففي وجهه قتله الحجاج في شعبان سنة خمس وتسعين في مدينة واسط وهو ابن تسع وأربعين سنة على الأصح قال ميمون بن مهران لقد مات سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه فرحمه الله رحمة واسعة